النهاردة مصر هي اللي بتعلن في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن اعتزامها التدخل الرسمي لدعم الدعوة اللي رفعتها جنوب إفريقيا طبعا حضراتكم تتذكروا ذلك ضد الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزامتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تقوم إسرائيل بالإبادة الجماعية على مرأة ومسمع من العالم كل ومصر دخل مع جنوب إفريقيا في هذه الدعوة مصر وضحت أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوة المشار لها جاي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة الفلسطيني الإمعان في اقتراف ممارسات هي ممنهجة وليست تلقائية وليست عشوائية دمائية الخارجية قدام حضرتك هو وإحنا بنتكلم تجاه الشعب الفلسطيني استهداف مباشر للمدنيين وهم يعلمون أنها تكتلات مدنية وليست تكتلات داعمة لأي حركة من الحركات ولا أي فصيل من الفصيل تكتلات ليست عسكرية على الإطلاق لا توجد معلومة واحدة ولكن الأتل بالجملة ويدفعون الفلسطينيين دفعا للنزوح والتهجير خارج أراضيهم لازم الناس تشوف المشهد يا جماعة جحافل مشيا على الشريط الساحلي وكأنه أشبه لا مش دا في واحد تاني ناس بشر مشيين على رجليهم الناس مشيا وكأنه مشهد الخروج بعد 48 لا مش دا مش دا خالص تاني وكأنه مشهد الخروج سنة 1948 الأتل بالجملة أزمة إنسانية غير مسبوقة خلقت ظروف استحالة معاها الحياة في قطاع غزة انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيفر الرابعة اللي تعاملت 949 واللي الحقيقة لم تؤدي إلى حماية الشعب الفلسطيني بأي حل من الأحوال اللي اتفاقية معمولة لحماية المدنيين وقت الحرب فين هذه الاتفاقية؟ ولا حاجة مصر مصر جمهورية مصر العربية تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال وعليها تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واللي بتطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاسية بطريقة كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عدم اقتراف قوات الاحتلال لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني لأنه شعب يتمتع بالحماية وفق الاتفاقية اتمنعها معاقبة جريمة الإبادة الجماعية مصر استكملت وجددت مطالبتها المجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف اطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين موسيقى